انهيار بايومي فؤاد بعد هجوم الجمهور عليه بسبب كلامه موقف الغريب في موسم الرياض وبسبب كلامه ده خسر بايومي فؤاد متابعين كتير من حسابه في الفيسبوك وتم قفل المطعم بتاعه تابعنا كلنا موقف الفنان محمد سلام والفيديو اللي كان نشره على حسابه في انستجرام ورفضه لمشاركة في موسم الرياض السنة دي وتقديم مصرحية فيه وقال ازاي ارقص وغني ومثل واخوتي في غزة بيموتوا فانا مش متخيل الصراحة يعني ان انا هروح اعمل مصرحية وهزر وغني وارقص واخوتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا وما فيش حاجة بتحصل لهم انا مش اقدر اسفر طبعا وبسبب موقفه ده خسر سلام اكتر من 3 مليون جنيه اجر 3 يام عرض مصرحيته في موسم الرياض لكن رغم اخسرته دي الا انه كسب نفسه وكسب انسانيته وحب الجمهور ليه زاد بطريقة رهيبة جدا وانبارح وبعد عرض المصرحية اللي كان هيشارك فيها محمد سلام طلع بيوم فؤاد وهو واحد من ابطال المصرحية دي وهاجم محمد سلام وقال من حقك انك تعتذر عن المصرحية لكن مش من حقك انك تغلط في الفن احنا مش بتوع فلوس والله احنا مش جايين هنا علشان الفلوس احنا بنقدم فن وبعد كلام بيوم فؤاد ده اتعرض لهجوم كبير من الجمهور لدرجة انه خسر اكتر من 800 الف متابع من حسابه على الفيسبوك ده غير ان الجمهور قطع مطعمه في الشيخ زايد وانخفض تقييمه نجمتين على جوجل وفي اول رد فعلي من محمد سلام على كلام بيوم فؤاد لغى متابعته على حسابه في انستجرام لكن في نفس الوقت احتفظ بالصور اللي بتجمعه به على حسابه في انستجرام بس اقفل التعليقات عليها والحد هنا يكون الفيديو خلص الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد